عقدت ثلاث لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية وبحضور وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ناقشت تكليف المجلس للجنة ببحث موضوع تأمين عافية وموضوع البحث والتحقيق في تأخر توفير الخدمات الصحية من إنشاء وتوسعة وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية في بعض المناطق السكنية في مناقشة لجنة المرافق العامة البرلمانية طلب تكليف المجلس للجنة بمناقشة ومتابعة البند رقم خمسة من طلب التكليف المحافظة على الأماكن والأسواق التراثية والتاريخية وفي لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية تم بحث ومناقشة الشكاوى المدرجة على جدول أعمالها ثلاث لجان البرلمانية عغدت اجتماعاتها اليوم لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وتكليفات المجلس لها لجنة المرافق العامة اجتمعت اليوم مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب لبحث موضوع المحافظة على الأماكن التراثية والتاريخية لدولة الكويت إن الحفاظ على المروث الثقافي والتراثي الوطني يعد من الركائز الأساسية للتعريف الأجيال الحديثة بتاريخ الأباء والأجداد الذين كافحوا من أجل بناء الكويت اليوم ولذلك اجتمعت لجنة المرافق العامة اليوم مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب لبحث موضوع المحافظة على الأماكن التراثية والتاريخية لدولة الكويت وتم الاتفاق على ضرورة إعادة أعمار جزيرة فيلكا والحفاظ على روح التراث العمراني القديم الذي يحمل الطابع التاريخي للمناطق الكويتية اجتماع لجنة المرافق العامة البرلمانية انتهى إلى الاتفاق على ضرورة إعادة أعمار جزيرة فيلكا والحفاظ على روح التراث العمراني القديم الذي يحمل الطابع التاريخي للمناطق الكويتية حيث قمنا أيضا بتوجيه المجلس الوطني لضرورة الاهتمام بسوق الأحمد القديم وعادة أعمار سوق المباركية الذي تعرض مؤخرا للحريق وتقديم خطة لإنشاء أسواق ترافية في جمع محافظات الكويت وفي الختام نطالب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإعادة الحياة للمقاهي الشعبية وافتتاح صلاة الأفراح في أسرع وقت ممكن وفي اجتماع لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية وبحضور وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ناقشت اللجنة تأمين عافية ودور وزير الصحة بممارسة صلاحياته المخولة له تطبيقا لأحكام القانون رقم 114 بسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين وكذلك البحث والتحقيق في تأخر توفير الخدمات الصحية من إنشاء وتوسعة وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية في بعض المناطق السكنية كما ناقشت لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية الشكاوى المدرجة على جدول أعمال اللجنة نواف شراكي تجزين دولة الكويت ترجمة نانسي قنقر